نعم وهلا اكيد محطتنا السباحية رح نتوقف فيها بعالم الجمال والبشرة يلي اكيد كل سيدة بتوقع بمصيدة الاثار السلبية لحرارة الشمس واشعتها خلال هالأيام وخاصة التصبغات يلي هي اكتر المشاكل شو يعانى بفصل السيف خلينا نحكي كيف ممكن نتخلص من التصبغات وشو وسائل حماية بشرتنا خلال هالفصل وكل تساؤلات ايضا عن البشرة رح تجاوبنا عنا اخصائية البشرة والعناية بالعناية بالبشرة مع سيدرة اللواوي صباح خير سيدرة سيدرة عم نحكي عن موضوع بهم كل الصبايا وخاصة نحن هلأ بفصل السيف وكمان يمكن عنا طقوس لهي الاسباحة تعرض كتير لاشاعة الشمس تحكي لنا التصبغات شو هي وشو انواع هلأ اول حاب بيحكي على موضوع شو معنا عطوا كلمة التصبغ نحنا بالجلد في عنا شي اسمه مادة الميلانين يلي متواجدة بالاصل لحماية الجلد من اشاعة الشمس اريدي اشاعة الشمس فيها نوعين الاشاعة اشاعة فوق البنفسجية والاشاعة تحت الحمراء الاشاعة فوق البنفسجية يلي هي الالترا فيولت ريديا هي يلي بتعملي مثل تشوه بخلايا الميلانين بتعملي مثل الكلف او النمش او التصبغات السبب الرئيسي اللي ممكن يكون اكتر من 60 بالمية بكل حالات الكلف والنمش بيكون من اشاعة الشمس وباقي النسبة من السبب هو اكيد العمل الوراثي والتغيرات الهرمونية ممكن نحنا نكون ببلاد ما عنا فيها شمس نشوف في صبية بتعاني من كلف ونمش وتصبغات بكل الجسم مو بس بالوش هذا العمل الوراثي بيلعب دور كتير كبير فيه نعم لكن خلينا نحكي عن التصبغات او الكلف الدائم وخلينا نحكي عن المؤقت يلي هو بيسيب اي سيدة او اي شخص من اشعة الشمس يعني الدائم نحنا شو نستخدم له والمؤقت نحنا شو لازم نعمل لحتى ما ندخل بدوام التصبغات تمام هلا اكيد نحنا حرجعلك بالسؤال من الاخير اكيد نحنا مشان نحمي بشرتنا من كل شي مو بس من موضوع التصبغات او تغير باللون وخصوصي كمان موضوع المحجبات بيعانوا من السكارفلاين دائما بالصيف نتيجة تعرض الدائم لاشعة الشمس اكيد هو الشي اللي كل الاطباء وكل الاخصائين بيحكوا فيه الواقع الشمسي وتجديده كل ساعتين طبعا واقع الشمسي طبي انا ما بنصح بالتجاري نهائيا وانه انت تتجنبي ساعات الزروة بالنهار تكون من الساعة عشرة للساعة اربعة نحنا كحوض البحر المتوسط هادول التبسات الاساسية لكل المشاكل اللي ممكن نحنا تصير معنا من الشمس اما موضوع الكلف الدائم بقى هو صراحة ما في شي بيروحه نهائيا يعني بيقولوا عملي ليزر او لدولي التقنية ممكن نحنا اي هلا انا بس بيخف ما بيرو ايه ايه متضبط يعني كتير سبايا بيجوا لعندي مشان موضوع العلاج بيقولون بحاول كون كتير واضحة معون لما بيقولون نحي ممكن نخفف بحيس انه انت زا حبيت تحطي ميكب ناعم او تطلعي بدون ميكب ما يكونوا حاطين كتير باد افكتس على وشك بس اكيد ما فينا نروح شي لانه بالنهاي انت طبيعة جلدك كتير بتنتص اسرعات الشمس وفي عندك فرض انتاج بمادة الميلانين بالوش طب سيدرا يمكن عم نحكي عن نواق الشمسي ادي نسبة الحماقية اللازم تكون موجودة وهلا بتنصح انه الموجود بالسوق اللي بيكون معه فوند او بتنصح انه يكون طبي لانه في كتير بتساؤلات عن هذا الموضوع حتى فيه طبي مع فونداشن ايه هلا اكيد الطبي مع فونداشن احسن بكتير من الطبي لبلا فونداشن هلا نحنا متل ما قلت نحنا سبايا الموجودين منطقة حوض البحر المتوسط معظم بشراتنا تكون طبيعية مزيتة وبالاصل واقش الشمس هو فيه كتير نسبة كبيرة من الواقس اللي هو شمع النحل بيكون لهيك بيعطيني طبقة كتير لا معالوش هلا انا بفضل اكيد انه يكون بدون فونداشن مشان انت تقدر تحطي باودر فوق الواقش الشمسي اول شي الباودر بتعطيني حماية اضافية لانه هي طبقة كتير كتيمة كتير بتحميل مشاعة الشمس افضل من انك تستخدمين مع فونداشن لانه بالنهاية حيتكسر الفونداشن تحت الشمس وحيعطيني احيانا نزيت وصير عندي تجمع يعني جماليا موحلو قبل موضوع التصبغات ومشان التصبغات تكون نسبة الحماية اكبر لما بيكون لحالك نعم سيدراء يمكن في كتير عالم بيتعرضوا لاشاعة الشمس هو السبب انه عندهم شغل او مهنتهم هيك بتتطلب منهم شو بتنصحي كل السيدات او اذا بتعطينا افكار لماسكات يمكن نحطها باخر الليل او بس نفي يعني نبورد البشرة شوي لانه بشرة كتير حساسة وهي لازم كتير نهتم فيها طبعا هلا اهم عامل هو عامل الترطيب والعناية وتنظيف البشرة ممكن نحنا يصير عنا كمان كلف وكلف ونمش وتصبغات نتيجة استخدام الطويل للواقع الشمسي وعدم تنظيفه قبل النوم بصير في عنا تراكم كتير زيوت ودهون على البشرة تصير البشرة بتمتص نصة كبيرة اكتر من اشاعة الشمس ماسكات طبيعية طبعا بحر اذا ما نفوت فيه ماما خاصة هلأ بالصيف في عنا كتير مكان بضبط بس هلأ نحنا موسم الفواكي يعني في عنا كل انواع الفواكي كيف يناكلون الشرون بضبط يعني هاي فكرة كتير حلوة ممكن الشاي الاخضر هو انتي اوكسيدنت كتير مهم كتير بنشط البشرة ويساعد على تصريف السموم من الجلد كتير بيعطي بساعد البشرة على مقاومة الشمس يعني مافيش ببورد بخليه ما تكون كتير حامية لبشرة اللبن والنا شاهدة ستاتنا كلنا نحطوا لنا ياه واكيد نحنا كمان نستخدمه هو اللبن الحمض اللبن هي مادة مجددة للبشرة وكل الكريمات العالمية إلا ما تستخدمها كتير مادة مهمة سيدرا يمكن كمان خلينا نحكي شوي عن الأخطاء الشائعة اللي بتشوفيه عند الصبايا يمكن كمان استخدام شغلات غلط ما بيصير يستخدموها والشغلات اللي ممكن تصححيلون ياها وخاصة ممكن يعني أنا أريت مرة انه مثلا الصابون مضر للبشرة فشو صحيت كمان هذا هلا أنا كتير حكيت بقصة الصابون وما بمل من الحكي منها التركيبة اللي بتخلي الصابونة بقوامة أكيد هي تركيبة قلوية بحتة وهذا الموضوع بيأزيل حاجز الدهني المائلة للبشرة بينشفها بيعمل مسام بيصير كل شي بتحطيه على وشك فيه امتصاص أقل وبيخرب طبيعة البشرة وبيعمل شيخوخة مبكرة أطول بنصح موضوع التغسيل بالغسول وهلا صار في عنا نحنا ماركات طبية بتعمل غسولات لكل أنواع البشرة أكيد هذا بفضله وبدي أحكي موضوع أنا يعني كل الطريق عم قول بدي أحكي هاي النقطة إنه بليز طبايا ما تحطوا أي كريم ويتلينك على الشمس نهائياً أي كريم بيكون مكتوبة عليه مبيض للبشرة ما تحطيه تحت الشمس وتسيبه سوداء لأنه يجب أن تحطيه على المسلح لا لا بتصير ممتاز بس عن جد كتير مهم هذا الموضوع أي كريم ويتلينك تستخدم بالليل حسراً وبتغسليه الصبح قبل ما تفيقي وأي كريم مقشيرات كريم الحب دائماً مثلاً حتى المعقم ما تحطيه وتطلعي فيها الشمس مرمي من البشرة البنتينون اللي حاله تحطيه وتطلعي فيها الشمس هي كلها ياتب بتزيد من امتصاص الجلد للشمس وبيقلب عندي بالعكس أحياناً في كتير صبايا يحترق وشهم من كريمات الطبيض لما نطلعوا تحت الشمس نعم سيدره يمكن عفواً في كتير من الأتباء وفي كتير من الأخصائيين البشرة بيبتعدوا عن تنظيف البشرة وخاصة بفصل الصيف لأنه يمكن تجديد البشرة وتطلعي على الشمس كتير مضرة شو فينا نحكي بهذا الخصوص أو شو فينا يمكن نعطي حلول بديلة لتنظيف البشرة هلأ تنظيف البشرة هو ما يعني تقشيرة نحنا في عنا كتير فرق بين تقشير البشرة أكيد هذا الموضوع ما لازم أي صبية تبلش فيه إلا بعد شهر 11 ضروري إنه نحنا نعمل تجديد لبشرتنا حسب النسبة ترجع للعمر وللمشكلة حسراً منبلش فيها من شهر 11 لشهر 2 بس أما في هنا نحنا نعمل تنظيف على مدارس سنة كل أربيع يفضل بعد الدورة الشهرية بثلت أيام للصبايا يكون في عندي أنا تراكم كتير جلد ميت ورواسف على البشرة من الدورة الشهرية لأنه نحنا أصلاً دورة الجسم تتباطأ بهذه الفترة ممكن يكون تنظيف كتير ناعم تجديد للبشرة المساج المسكات اللي بتنحط كتير مهمة أبداً معنو مضر التنظيف التقشير هو المضر طب هلأ مثل ما حكينا يمكن سيدرا فصل السيف وفصل الاسباحة وفصل أيضاً تعرض لأشعة الشمس شو بتنصح كل البنات حتى اللي بدون يحاولوا إنه يعملوا برونزاج أو يغيروا لونهم كمان هل في عندك خلطات طبيعية؟ في أخطاء شائعة كمان بهذا الموضوع؟ طبعاً ما في أخصائي بشرة بتقول عملي برونزاز مستحيل هلأ ممكن يعني تعرض لأشعة الشمس أكيد تحط شابو أكيد تستعمل واقع شمسي أنا ضد إنك تعرضي وشك للشمس بشكل مباشر ممكن أنت تحطي فونديشن لون غامي جسمك فيك تصرف فيه بأي طريقة لأنه أصلاً جلدة الجسم هي اسمك من الوش بكتير بقى عندك قدرة على أنه تحمي حالة أو تقاوم أما الوش كتير بتأثر يعني كتير بقى أنا ماني مع أبداً إنك تعملي لون للوش تحي فيه للسولاريوم؟ حتي بشكير على وشك إذا أنت بقى لبجهاز السولاريوم حتي بشكير وعملي سولاريوم لجسمك ممكن أنت بالفونديشن تتحكمي باللون ما في صبي ما بتطلعب له فونديشن أو باودر أقل شي بس إنه تستخدمي الفزولين أو الكاروت أو أي شي بشان تحطيه وتتغمئي وشك على الشمس هذا كتير شي مضر تحت العشرين، ثلاثين ما هيحسوا بس بس يقطعوا عمري معين حيكتشفوا إنه بشهن رهل بطريقة فضية عليش إنه أنت بالأصل قتلت كل حاجز الكولاجين بالوش صحيحة، سيدري خلينا شوي نحكي عن موضة البوتوكس والفيلر يعني بس تروح من الوش من لاقي البشرة كتير تعبت البشرة يمكن عطيت عمر أكتر من قبل فخلص ما تعم بيقولوا توردتي بالبوتوكس والفيلر خلص بديك تكفي أو البلازما بديك تكفي بهذا الطريق خلينا نحكي كمان عن هذا الموضوع شو حلوة أسألتك هلأ في فرق كتير كبير بين البوتوكس والفيلر البوتوكس هو عامل وقاية من تقدم بالسن أبدا أبدا بوتوكس مانو ورطة أبدا ما بينزع الوش أنا من الناس المناصرين جدا لهذا الموضوع وبنصح كل صبية قطعت سن الثلاثين حتى لو ما أنا شايفة إنه في عنده آثار أو تجعيد أو خطوط تعبيري تبدأ فيه ماليش لأنه أنت عم تمنعي وشك من أنه يتجعاد الفيلر هذا خيار تجميلي البلازما هو مجدد للبشرة بس البلازما فيه بوينت أنه ما بيضل بالجلة فترة طويلة يعني صراحة أنا ممكن أعمل بلازما لحضرتك أو لحضرتك خلال عشرين يوم من نتائج تكون راحة لأنه بالأصل هو مصورة بلازما الدم جسمك بيصرفها بسرعة وبيستهلكها وبيعتبرها منه بقى ما بيضل يعني هلا تنصحي أنت بالأشية الطبيعية أكتر من الأشية يعني مثلا مثل البلازما أو هالقصص تنصحي بالماسكات الطبيعية مثل ما أنا في فواقع في يعني أنه هو الواحد عم يأكل في أنه مثلا يعمل أي شيء بوشه كمان بدي أسألك إذا أمت بتنصحي مثلا أي صوبية كان عنده مشكلة البشرة تروح عن طبيب مختص هلا أهم شيء أن تروح عن طبيب مختص أو أخصائي لأنه أنت قد ما حاولت أنك تحدد لنوع بشرتك صعب عليك طبعا في عنا هلا مواقع التواصل الاجتماعي عم تعمل أغلاط كتير كبيرة من هاي ناحية صبية استعملت شيء معين كل الصبايا بيستعملو خدي بقى صلحي من وراها كتير مهم أنك تروحي عند طبيب بعد ما تقطعي سنة 18 وإذا أنت مرحلة المراهقة عندك مشاكل مغلط تستشيري على القليلة أنت تتعلمي كيف تعتني ببشرتك كيف تنطفيها مشرط أنت تأخذ علاجات جمالية نهائيا ممكن يكون كريمات طبيعية وممكن أحيانا الأخصائي ينصحك بأمور من المنزل أنت تستعملها نعم سيدرا خلينا نحكي عن المية اللي هي الدواء الأقوى لجميع الأمراض ولكن البشرة هي الراعي ممكن الرسمي خلينا نقول خلينا نحكي عن المي عن فوائدها وخاصة بفصل الصيف هلأ سمعتوا كتير شربي من 8 إلى 10 كاسات مي بنهار على مدار الساعة يعني مورة بعض أكيد كمان أنا كتير حبيت برمضان أنه أنصح السبايا أنه شربي مي كتير لأنه كتير لوش يتعب المي أول شي مصرف للسموم تدخل بتركيبة الجلد أكتر من 80% مادة الهليرونيك آسد والكولاجين ما بتتشكل ما بتنتبج غير بوسط مائي لهيك أنت حتى لو عندك لسه أنتاج كولاجين وما عم تشربي مي بقى ما حي ظهر هذا الشي على بشرتك بتساعد على تسكير المسام وبتساعد كمان التعرق نحنا هلأ فصل الصيف بصير عنا تعرق تعرق هو وسيلة لحتى الجسم يعدل لدرجة حرارته ويحمي حاله من أشعة الشمس بشكل طبيعي وانتي وقت لي عم تعرقي وخصوصي هلأ بفصل الصيف ونحنا بلشنا ترتفع درجة حرارة كتير صارت زيئة بدك تزيدي انت كميات المي بشكل تدريجي يعني كرمان صحتك جسمك أعضائك الداخلية وكرمان للبشرة وما بيخلص يعني يعني ما فوائد المي قد ما حكينا فيها ما بنخلص سيدرا شو هي البشرة الأكتر تعرض للتصبغات والمشاكل يعني نحنا بنعرف في أنواع للبشرة فشو هي البشرة اللي لازم نعطي فيها أكتر حتى فعلا نكون في عنا وقاية من أشعة الشمس البشرة الحساسة والجافة الجافة تمام وأكتر شي جافل هيك نحنا كتير منحكي على الترطيب أريدي ممكن نحنا يكسير عنا تبقع نتيجة الجفاف مش رتيكون كلف أحيانا منعالج موضوع البقع عن طريق الترطيب نكتشف أنه نحنا خصوصي منطقة حول التم والأنف كتير في سبايا بيعانوا من غماءة بهي المنطقة بيكون هاد نتيجة استخدام الصابون أنه السبايا عطول نحنا أكيد غسلنا خلصنا أكل بدنا نغسل بالصابون بقى الصابون قديشه سيئ انك انت فورا بتلاقي نتائجه سلبية على الوجه أنه دائما المنطقة اللي تغسل فيها وشك والصابون أغمأ من باقي وشك بالترطيب باستخدام كريمات موحد لون بمسبة طبعا بسيطة ممكن نحنا نعالج هذا الموضوع ما نو من المشاكل الكبار بس نحنا البشرة الحساسة بتحسس من أي شيء تحمر هذا الحمار نتيجة التعرض المباشر والدائم للشمس بيقلو بقع بالنية البشرة الدهنية هل صح أنه هي أحسنة بشرة؟ هي الطبيعية المزيدة هي بتطول لا يتلع تجاعيد معها؟ طبيعية المزيدة بس كمان البشرة الدهنية إلى مشاكل الزيوان والحب والبثور والمسام كل شيء له شيء هي أفضل أنواع البشراتي نقول الطبيعية المزيدة هي بشرة صحية ما بتشيخ بسرعة وبتقاوم عوامل الطبيعة بشكل عام في بشرات شوية ناشفة وشوية مزيدة كمان مختلطة هاي مختلطة كمان نيحة هاي البشرة كيف بدون يهتموا فيها؟ يعني بيحبتوا نصل قابب بيخلطوا الكريم؟ اي لا احنا ما رح يخلطوا الكريم بيجيبوا شيء الغسول اهم شيء انك انت البشرة المختلطة الصبح غسك بمي اذا انت بتعاني من مختلطة يعني قضي خدود جافة وجبين جاف وأنف وتيزون دهني غسلي بالمي بعدين استخدمي غسول بس لمنطقة التيزون نعم اكيد شبتن صحية هلا كل صبية وسيدة عم تشوفنا نصائح هيك خفيفات اللي لها بفصل الشيطاء وبشكل عام للبشرة اهم شي انه تنظيف الوش بالميكوب كتير من نحكي بهذا الموضوع ترطيب وترطيب 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 واستخدام الواق الشمس هدول اسلحتك لتقاومي الشمس وعوامل التقدم بالسن لكلاتنا منخاف منا وان شاء الله منظل كلاتنا حلوين وصبايا ان شاء الله اكيد يا سيدرا اكيد نحنا كثيرا نتشكرك وكثيرا نتشكرك على كل المصائح اللي قدمتي على السيدات والاهتمام بالبشرة سيدرا الواوي شكرا كتير للك اهلا وسهلا اهلا شكرا لك يا سيدرا على كل المصائح اللي عبتتنا يا ها شكرا لك تقدم